هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا البحث عن تعليم إسلامي أصيل في قلب الولايات المتحدة الأمريكية مطلب أساسي للجاليات الإسلامية المقيمة في أمريكا وفي وقت تتضاءل فيه الفرص أمام العائلات المسلمة سواء كانت أمريكية الأصل أم منحدرة من أصول أخرى لتمكين أبنائها من حفظ القرآن الكريم تأتي مبادرة تأسيس معهد الإمام الكسائي للعلوم الشرعية لتشكل لبنة في مسيرة إنسانية واجتماعية تهدف لتربية أجيال مسلمة وربطها بمنهج تربوي يضمن الحفاظ على قيمها الإسلامية ولغتها العربية التي باتت مهددة أمام التعليم المدرسي الحديث جاءت فكرة تأسيس هذا المعهد في بداية عام 1423 هجرية الموافق 2003 ميلادي حيث يعيش في منطقة واشنطن الكبرى جالية تفوق النصف المليون وهذه الجالية الكبيرة بهذا الحجم تفتقر إلى وجود مدارس إسلامية بشكل عام ومعاهد تحفظ القرآن الكريم بشكل خاص فالمعهد سجل لدى السلطات المحلية والفدرالية فهو مرخص بفضل الله تعالى مع كافة الجهات الرسمية في الحكومة وعلى الرغم من أن عدد المسلمين في منطقة واشنطن الكبرى يفوق نصف مليون مسلم إلا أن افتقار الجالية المسلمة إلى وجود مدارس إسلامية ومعاهد لتحفيظ القرآن الكريم بات يتطلب مبادرات جادة الأمر الذي دفع مؤسسي معهد الإمام الكسائي للمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع الذي أثبت فاعليته منذ أن كان في طور التأسيس ولعل السبب في ذلك منهجه المختلف الذي جعله في دائرة اهتمام الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون والآن يدرس في المعهد مئتان اثنين وثلاثون طالب وطالبة مئة وسبعة منهم ذكور ومئة خمسة وعشرون منهم إناث أكمل حفظ القرآن الكريم كاملا أربع وثلاثون طالب وطالبة خمسة عشر منهم ذكور وتسعة عشر منهم إناث وهؤلاء الحفظة الذين من الله عليهم حفظ القرآن كاملا شاركوا في العديد من المسابقات المحلية والعالمية وكذلك شاركوا في مسابقة ملك عبد العزيز الدولية لتحفيظ القرآن الكريم في عام 2007 تأسس معهد الإمام الكسائي في واشنطن عام 23 و 400 ألف للهجرة الموافق عام 2003 مؤسسة تعليمية تربوية مستقلة غير ربحية وهو مرخص ومسجل رسميا لدى السلطات المحلية بولاية فرجينيا ومسجل كذلك بوصفه مؤسسة تعليمية لدى الفيدرالية في إطار قانون الإعفاء الضريبي وعلى الرغم من أن عدد طلاب هذا المعهد في البداية لم يكونوا يتجاوزون 18 طالبا إلا أنه خلال فترة وجيزة لقي إقبالا فاق توقعات مؤسسيه مما استدعى استئجار مقر أكبر يضم صالة وخمسة فصول دراسية ومع تزايد الإقبال ومحدودية طاقم التدريس فإن المعهد الذي أسس بجهود ذاتية للقائمين عليه لم يعد قادرا على استيعاب الطلبة المسجلين فيه فضلا عن كون آخرين لا يزالون ينتظرون فرصة الالتحاق بالمعهد هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا المعهد الذي من الله عز وجل علينا به فتمكننا بحمد الله وفضله من تخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم حتى يكون ذخرا لهذه المنطقة في قيادة المجتمع للأصلح ولم يحبه الله عز وجل ويرضاه Maryam here, my daughter, she's alhamdulillah currently memorizing Surah to An'am and my son here, Musabir, is currently memorizing Surah to Tawbah Schools like Imam Al-Kisah Institute of America where Muslims get to learn more about the deen and they learn to memorize the Quran we don't have enough of those schools and we encourage those who have the skills to actually have schools like this and also to ensure that we leave a good legacy for our children by ensuring that they actually have Islamic education and it's schools like Imam Al-Kisah that provide such an avenue يتبنى معهد الإمام الكسائي منهج الوسطية والاعتدال في تربية منتسبيه وتأهيلهم لتحمل تبعات الدعوة إلى الله والحفاظ على قيم الدين الحنيف ومواجهة التحديات التي تقف في طريقهم خصوصا في بلاد الغربة حيث تتطلب التربية مناهج وأدوات خاصة تستدعي الملاءمة بين الحفاظ على القيم الدينية والأخلاقية من جهة ومواكبة التطور الذي تفرضه الحضارة الغربية والثقافة العصرية من جهة أخرى كما يقم المعهد دورات في علم التجويد والقراءات للرجال والنساء وتتلخص أهداف المعهد في نقاط أساسية يتصدرها تعليم الطلاب القرآن الكريم كتابة وتلاوة وتجويدا وتدبرا وتفسيرا وحفظا إضافة إلى التركيز على بعض جوانب الثقافة الإسلامية بما يتناسب وأعمار الطلاب وقدراتهم الاستيعابية وبيئتهم الثقافية لقد قمت بعمل القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين على أغسط 1st 2007 الحمد لله لقد قمت بعمل في مجموعة ومجموعة ومجموعة في مجموعة في مجموعة المنطقة المنطقة في تراوح سمعة ولي póng желانعين When I began at the Institute and two years later I was one of the first sisters to finish memorizing the Qur'án on January 7th 2007 Since then I've been in many competition in the D.C. metropolitan area and also across America and with different regions from America الحمد لله with the grace of Allah ومنذ التأسيس ومعهد الإمام الكسائي يقدم العديد من الأنشطة التعليمية والثقافية وفي طليعتها تنظيم حلقات لتحفيظ القرآن الكريم وتقديم دروس مكثفة للشبان في العقيدة والتفسير والسيرة النبوية والدعوة إلى الله إضافة إلى محاضرات بلغات عدة في الفقه والعقيدة والتفسير أنشطة هذا المعهد لا تقتصر على الدور التقليدي الذي تلعبه مدارس القرآن الكريم فقد تبنى القائمون على المعهد منهجا مختلفا يقوم على أساس إدراج العلوم الاجتماعية الأخرى ضمن المنظومة التعليمية للمعهد ويتجسد ذلك في تقديم استشارات قانونية وطبية وأكاديمية وتعليمية ونفسية لأبناء الجالية المسلمة وذلك بالاستعانة بالأخصائيين في هذه المجالات لتقديم النصح للطلبة وإرشادهم إلى التخصصات التي تفيدهم في حياتهم المستقبلية هذا القرآن يؤهدنا لطريق الخير I'm also part of a program at Imam Al-Qasai Institute where we have regular sessions with the students where the students are given opportunity to ask questions about their further career since I'm in the medical field I can guide them to what they should do in terms of medical career in addition there are other brothers who give guidance in engineering and other fields so this school not only provides for the Islamic education but also plays a role in their education as a whole and helps it to students in any way so the students can come to us with any questions and we are here to guide them and help them learn or find whatever they need كما يقدم المعهد خدمات دينية وتوجيهات إسلامية للجالية المسلمة ويستضيف كذلك رجال الشرطة للاستعانة بهم في شرح العواقب الوخيمة الناجمة عن الأعمال الإجرامية وعن المخدرات وغيرها من الأفعال التي تخالف القانون وتلحق الضرر بالمجتمع وللمعهد حضور مميز في المؤتمرات والندوات واللقاءات بين الجاليات المسلمة وغيرها على امتداد الولايات المتحدة الأمريكية كما يحرص المعهد على توفير مناخ ثقافي لطلبته يدفعهم لكسر روتين الدراسة ويمنحهم فرصة أكبر للاستمتاع بوسائل الترفيه خارج أوقات الدراسة ولتحقيق ذلك ينظم المعهد رحلات ترفيهية وأنشطة رياضية متنوعة وقد شكل فريقا لكرة القدم وآخر لكرة السلة وفاز فريق المعهد أكثر من مرة ببطولة كرة السلة في بلدية فيرفاكس بولاية فيرجينيا مما منح أعضاء الفريق احتراما وتقديرا بين الأمريكيين علاوة على كونهم يتمتعون بأخلاق إسلامية عالية والمعهد أكثر من المعهد أكثر من المعهد أكثر من المعهد لديها هذه الانستوى. الشيخ ألم وإنهه أمم محمد يعملوا عمل جيدة مع الأنسان ومعاوهم أن يتعلمون وعلمون وفهم القرآن ولكن هذا ليس كل شيء هناك كثيراً مزيدة مجموعة الناس عمل معاً وعمل مع كل من على هذه المشاركة مجموعة بسكتبول وخلال فترة وجيزة وعلى الرغم من محدودية الموارد تمكن المعهد من تدريس اللغة العربية كتابة وقراءة لثلاثمائة طالب من الأجناس والجنسيات المختلفة وفق منهج متكامل محكم يضمن للطالب القدرة على النطق الصحيح وتعزيز موهبة الحفظ مما يؤهله لتلقي العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم كاملاً وقد آتت تلك الجهود أكلها بأن تبوأ طلاب المعهد المراكز الأولى وعلى مدى خمس سنوات متتالية في مسابقات للقرآن الكريم شارك فيها متنافسون من أكثر من عشر ولايات أمريكية يتجاوز العدد فيها ألف متسابق بين الذكور والإناث وكانت المشاركة الأولى في المسابقات الدولية عام 2007 حين شارك بعض الطلاب في الدورة التاسعة والعشرين من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في مكة المكرمة وعلى مهتمم مناسبة الكريم في المنطقة المدى الأولى ومع ذلك إلى مكة فيقران القرآن الكريم في 2007 أحمد الله أتمنى أن أكون ممتعين من هذا المنطقة وشترك آخر كذلك كانت ممتعين كثيرا أبوى أن أبدأ 15 في 2007 في إمام الكساي إنستيتوط أمريكا الحمد لله بإمكاني الله سبحانه وتعالى وأنا أيضا ممتع في ساودية ومسابق الملك عبد العزيز وأنا أيضا لتراويح ومع جمع بإمكاني الله سبحانه وتعالى كما أن للمعهد أنشطة في تدريب الطلاب على إلقاء الدروس والمحاضرات في المساجد والمدارس العامة وأصبح عدد من طلاب المعهد يلقون خطب الجمعة في مصليات المدارس العامة والجامعات ويأمون المصلين في صلاة التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك في عدد من مساجد منطقة واشنطن الكبرى وفي المعهد يدرس أساتذة أكفاء تلقوا علومهم الجامعية في معهد العلوم الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وغيرها من الجامعات الإسلامية والأمريكية ولدى مدير المعهد الشيخ آدم معلم حسن هلو إجازة في القراءة العشر وهو يحمل سنداً عالياً في هذا العلم كما تتولى زوجته تحفيظ النساء وتدريسهن القرآن الكريم وعلومه والعلوم الشرعية والإسلامية محمد بن سعود الإسلامية في 2002 تهجبه هناك مئات من عبارة الأبيعيات شيخ حزين التم Buddhist هذا في حال مختلفة مختلفة هذا ماذاوس يومي بالطبع أريد أن أعطيبه أني يجب ليسلوني أرابنا ونعم. أريد أن أعطيه قرآن أمور أي سمية في الحجرين وهي بيجب أن يعطيه ونعم فاكه بيجب مع شهخ مساحة كثيران فعله بشرين لكين حاولي ذكره أنا بدأت من جزعمة وأيضاً 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 أنا في سورة حج، سورة 22 سورة القرآن والحمد لله، طريقة الشيخ عدم تعلم هي طريقة جميلة وعلى الرغم من أن المعهد لم يمضي على تأسيسه سوى سنوات قليلة فإن طلابه يتجاوزون 300 شخص موزعين على حصص دراسية صباحية ومسائية ومن بينهم ذكور وإناث وكبار وصغار ويسعى المعهد لضم عدد أكبر من الطلاب في إطار مشروع توسعة يعكف المشرفون على المعهد على تنفيذه في القريب المنظور المعهد تبنى منهج الوسطية والاعتدال بعد أن خرج المعهد هذه المجموعة من حفظة القرآن الكريم أصبح الإقبال على المعهد يزداد يوماً بعد يوم حيث يتوافد إليه الناس من شتى الولايات يوجد على قائمة الانتظار ما يقارب 400 طالب وطالبة إمكانية تدريس الطلاب موجودة وإمكانية تحفيظهم موجودة ولكن والإقبال على القرآن موجود لكن الشيء الذي لم يتوفر لدينا هو وجود مقر دائم يستوعب هذا العدد الكبير من الناس وتربط المعهد علاقات طيبة بالمؤسسات التعليمية الأمريكية وببعض الكنائس وممثلي الجاليات الإسلامية وغيرها وقد ساهم في الخدمات الاجتماعية في بلدية فيرفاكس وأصبح من أهم المؤسسات والمراكز الإسلامية في ولاية فرجينيا ويعمل المعهد على تعزيز خدماته الاجتماعية التي تشمل توزيع زكاة الفطر والصدقات على المحتاجين وتوزيع لحوم الأضاحي والملابس والأثاث المنزلي فضلا عن توقيع عقود الزواج وإصدار شهادات بالنكاح معتمدة لدى السلطات المحلية بيد أن القائمين على هذا المشروع في النهوض به نحو أعلى مستويات الخدمة الإنسانية والدينية تبقى معلقة على حجم استعداد الجهات الممولة لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى الأهداف التي رسمها المؤسسون منذ وضع اللبنة الأولى قبل سبع سنوات لكن في المنزل الأولى سنستطيع أن تتعلم أكثر ممولاتيات في المنزل بشكل ممولاتي وفي ماليسيا وفي كويت وفي الممولات الأمريكس وفي المنزل وفي المنزل وفي المنزل هذا ما نريد هذا ما نحتاج هذا ما نحتاج هذا فهناك أشياء لا تحتاج إلى اجتهاد بل تحتاج إلى مال فلذلك حتى يتمكن هؤلاء الطلاب الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم الدراسة هنا في هذا المعهد نناشدكم جميعا ونخاطب كل غيور على هذا الدين الكريم أن يدلو بدلوه وأن يحاول قدر الإمكان أن يساعد هؤلاء الطلاب ليتمكنوا من حفظ القرآن الكريم ونشره في هذه الديار فالمعهد خاصة يعتمد على بعد الله عز وجل على الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب والطالبات إزاء انتظامهم في الدراسة هنا في المعهد فهؤلاء الطلاب وهؤلاء الطالبات الذين أكملوا حفظ القرآن الكريم والذين سيكملون حفظ القرآن الكريم لا نريدهم أن يحفظ القرآن فحسب ثم يغادر المعهد بل نريد أن نستثمرهم بل نريد وجودهم هنا في المعهد بصفة استمرارية فنفكر في توظيفهم أن يكونوا موظفين في المعهد ويقوموا بنشر القرآن الكريم لينشأ من هناك وليتمكنوا من نشأ جيل قادر على تحمل هذه المسؤولية المنوطة بنا نحن أهل القرآن فأسأل الله عز وجل أن يجعل المشاهدين والقائمين على هذا المعهد مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر وأن يكرمهم وأن يحفظهم وذويهم وأهلهم من كل سوء وشر وأن يرزقهم شفاعة نبيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأن يكرمهم ويقر أعينهم بصلاح ذراريهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفي انتظار ذلك يبقى أبناء الجاليات المسلمة في أمريكا ينتظرون لفتة كريمة من ذوي النوايا الحسنة للإسهام في نشر الرسالة النبوية السامية في أقصى بقاء العالم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهالي لأوائلنا وأواخرنا كدروا للعلم وللعمل لشيء سواه يؤلمنا هذا القرآن هو الهالي لأوائلنا وأواخرنا كدروا للعلم وللعمل لشيء سواه يؤلمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة